مجوم ميليشيا الحوثي على منطقة الضباب في تعز يدفع الحكومة إلى تعليق مشاركتها في مفاوضات الأردن والاكتفاء كالعادة ببيانات التنديد بيد أن الميليشيا ردت بدفع تعزيزات عسكرية إلى جبهاتها القتالية في المحافظة ذاتها شهود عيان تحدثوا عن مرور عربات عسكرية تابعة للحوثيين قادمة من محافظات صنعاء ودمار وإب في طريقها إلى تعز هذا التصعيد وصفته الحكومة بالتهديد الواضح لاستمرار الهدنة ويقوض جهود تمديدها ويبرهن على أن الميليشيا غير معنية بالسلام ولا تحترم تعهداتها الحكومة اكتفت بمطالبة المجتمع الدولي بممارسة أقصى درجات الضغط لضمان إلزام الميليشيا بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها المستمرة تأتي هذه الخروقات في الوقت الذي يسعى فيه المبعوث الأممي هانسو بروند بيرغ إلى عقد جلسة مشاورات ثالثة في الأردن بين الحكومة والميليشيا بخصوص فتح الطرق ومناقشة خروقات الهدنة اللجنة العسكرية الحكومية من جهتها أعلنت تعليق مشاركتها في المحادثات التي كانت من المفترض انطلاقها اليوم جراء التصعيد الحوثي في تعز وسط سريان الهدنة والذي خلف عشرات القتلى والجرحى تتعامل الميليشيا الحوثي مع الهدنة بأنها مكسب سياسي وعسكري واقتصادي بعيدا عن كونها مطلبا إنسانيا إذ جددت رفضها لأي تقدم في مسار السلام برعاية الأمم المتحدة مؤكدة أنه لا يمكن التقدم في مباحثات الجانب العسكري إلا بعد صرف المرتبات وإدخال السفن وفتح كامل لمطار صنعاء مكاسب جديدة تحاول الميليشيا تحقيقها بالضغط على المبعوث الأممي المندفع إلى استمرار الهدنة خاصة بين الحوثيين والتحالف ويتغاضى عن كل الانتهاكات التي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين في الداخل ترجمة نانسي قنقر